بسم الله الرحمن الرحيم يعني أولا يجب أن حقيقة أنا أشكر كل الإعلام والصحافة العراقية الحقيقة اللي وقفت معانا ووقفة في المباراة السابقة وهي كانت سبب رئيسي بعادة الحالة النفسية والحالة الفنية لللاعبين لذلك الشكر والتقدير قليل بحق هؤلاء الناس أيضا شكري وتقديري لكل الجماهير الرياضية حقيقة كل الأندية الجماهيرية وجماهير المحافظات كانت لهم وقفة رجل مع نادي الزورة لذلك هي مهمة وطن وعلينا أن نقف من أجل أن تعاد الكرة العراقية إلى مسارها الصحيح المباراة القادمة مع الوصل الإمارات الوصل الإمارات الآن يتصدر المجموعة واحد من أحسن فرق المجموعة علينا أن نتهيئ لهذا الفريق وأن نلعب بأسلوب يغير الأسلوب الأول اللي لعبنا معه وهذا ما سيحدث إن شاء الله وضعنا الفكرة ووضعنا طريقة اللعب والنظام ومن ثم سنشاهد الفريق أكثر من مرة نشاهده مع اللاعبين من أجل تحليل نقاط الضعف والنقاط القوى التي من أجلها نتعامل بالمباراة بكيفياتها وبجزياتها حقيقة مباراة نهي مباراة جماهير عندما يمتلئ الملعب بالجماهير وعندما تعود الجماهير سواء كانت جماهير الطلبة وجماهير الشرطة وجماهير الجوية وجمهور النجف وجمهور كربلة وجمهور الميناء معنا لأننا ممثلين للوطن ستكون هناك ملحمة كروية عراقية من أجل عودة الكرة العراقية إلى مصاف هذه البطولة الكبيرة لذلك أتمنى من الله الجميع أن يقف معنا استعداداتنا وتهيئتنا لهذه المباراة قد لا تكون بقيمة هذه المباراة ومكانتها لكن معروف عن العراقيين جميعا وقت الهمة ووقت العطاء يتفوقوا حتى على الحالة التكتيكية والحالة الفنية من أجل أن يكونوا متواجدين بالبطولة مرة أخرى أشكر الجميع وهي دعوة للجميع أن يكونوا متواجدين معنا لعادة الكرة العراقية إلى سكة النجاحات والانتصارات بعون الله تعالى ترجمة نانسي قنقر